يمكن حل أنظمة المعادلات في مجهولين بطريقتين هما أولا حل أنظمة المعادلات في مجهولين بطريقة التعويض والمثال التالي يوضح ذلك حل أنظمة المعادلات التالية بطريقة التعويض المعادلة الأولى 3x زايد y يساوي 5 المعادلة الثانية 2x نقص 2y يساوي 4 لحل مضع المعادلاتين بطريقة التعويض نتابع الخطوات الآتية أولا نأخذ المعادلة الثانية ونحصل منها على أحد المتغيرين بدلالة المتغير الآخر أي يمكن حصول على Y بدلالة X كمالي المعادلة 2X-2Y يساوي 4 يتم جعل Y في الطرف الأيصر ونقل موجب 2X إلى الطرف الأيمن اللي تصبح بعكس إشارتها اللي تصبح سالب 2X وبالتالي تصبح المعادلة سالب 2Y يساوي 4-2X بقسم الطرفاء المعادلة على معامل Y اللي هو سالب 2 حيث سالب 2Y على سالب 2 يساوي 4 على سالب 2 ناقص 2X على سالب 2 سالب 2Y على سالب 2 تعطي Y وأربعة على سالب 2 تساوي سالب 2 وسالب 2X على سالب 2 تعطي موجب 2 لنحصل على المعادلة Y يساوي سالب 2 زايد X أي قيمة Y تساوي سالب 2 زائد X بالتعويض في المعادلة الأولى اللي هي 3X زائد Y يساوي 5 بقيمة Y لنحصل على قيمة X وبالتالي 3X نقوم بالتعويض بقيمة Y لأسالب 2 زائد X ثم نقوم بحل هذه المعادلة لنحصل على قيمة X حيث 3X زائد 2 زائد X 3X زائد X نقص 2 يساوي 5 3X زائد X تساوي 4X وتساوي 5 زائد 2 أي X تساوي 7 ومنها بقسم الطرفين على 4 لتصبح 4X على 4 يساوي 7 على 4 وبالتالي 4X على 4 تساوي X وX تساوي 7 على 4 رقم 3 التعويض في أي معادلة من المعادلتين بقيمة X تساوي 7 على 4 للحصول على قيمة Y يتم التعويض في المعادلة الأولى وهي 3X زائد Y يساوي 5 بقيمة X تساوي 7 على 4 كما يلي 3 في 7 على 4 زائد Y يساوي 5 أي 3 في 7 في 21 على 4 زائد Y يساوي 5 وبحل المعادلة نحصل على قيمة Y كما يلي يتم نقل 21 على 4 في الطرف الأيمن بعكس الإشارة وتصبح Y في الطرف الأيصر وسالب 21 في الطرف الأيمن والمعادلة تصبح Y تساوي 5 ناقص 21 على 4 طرح Y تساوي 5 سالب 21 على 4 أي أن Y تساوي سالب ربع أي أن حل المعادلتين Y تساوي سالب ربع وX تساوي 7 على 4 ويمكن التحقق من صحة الحل بالتعويض في أي معادلة من المعادلتين بقيمتي X و Y ثانيا حل أنظمة المعادلات في مجهولين بطريقة الحزف والمثال التالي يوضح ذلك حل أنظمة المعادلات الآتية بطريقة الحزف المعادلة رقم 1 X ناقص Y يساوي 2 المعادلة رقم 2 3 X زائد Y يساوي 5 لحل المعادلتين بطريقة الحزف نقوم بضرب المعادلة الأولى في 3 الذي هو معامل X في المعادلة الثانية فتصبح المعادلة على الصورة 3X-3AY يساوي 6 وبالتالي تصبح المعادلتين المعادلة الأولى 3X-3Y يساوي 6 المعادلة الثانية 3X زائد Y يساوي 5 ثم نقوم بعملية طرح هكذا نقوم بطرح سالب 3X سالب 3X تتلاشى ثم سالب Y سالب 3Y تساوي سالب 4Y وسالب 5 أو 5 من 6 تساوي 1 ثم نقوم بقسمة الطرفين على معامل Y سالب 4 هكذا سالب 4Y على سالب 4 يساوي 1 على سالب 4 لتصبح Y تساوي سالب 4 نقوم بالتعويض في المعادلة الأولى X-Y يساوي 2 بقيمة Y تساوي سالب 4 لنحصل على قيمة X أتصبح X زائد 4 يساوي 2 نقوم بجعل X في طرف الأيسر ونقل ربع في الطرف في العيمن بعكس الإشارة لتصبح المعادلة X تساوي 2-4 ثم نقوم بالطرح لنحصل على قيمة X تساوي 7 على 4 أي أن حل المعادلتين هو X تساوي 7 على 4 وY تساوي سالب 4 ويمكن التحقق من صحة الحل أيضا بالتعويض في أي معادلة من المعادلتين السابقتين بقيمتي X و Y ويلاحظ أن الحل الذي حصلنا عليه بطريقة التعويض هو نفس الحل الذي حصلنا عليه بطريقة الحزف مثال إذا كانت دلتين العرض والطلب على سلعة معينة هما تلت العرض QS تساوي 6-B ودل الطلب QD يساوي 3B زائد 2 احسب سعر التوازن P وكمية التوازن Q لدلتين العرض والطلب السابقتين لإيجاد سعر التوازن P كما يلي نتابل الخطوات الآتية يتحق التوازن في السوق عندما يتساوي العرض مع الطلب أي أن QS يساوي QD نقوم بالتعويض أو بمساويات المعادلتين 6-B يساوي 3B زائد 2 وبحل المعادلة نحصل على قيمة P نقوم بجعل P في الطرف الأيصر نقوم بنقل 3B بعكس إشارتها ثم نقوم بنقل سالب 6 إلى الطرف الأيمن بعكس إشارتها لتصبح المعادلة سالب P ناقص 3B يساوي 2 سالب 6 ثم نقوم بالجمع سالب P سالب 3B يساوي سالب 4B و2 ناقص 6 نقوم بالطرح يساوي سالب 4 نقوم بخسمة طرفاء المعادلة على معامل P سالب 4B على سالب 4 بيساوي سالب 4 على سالب 4 ومنها نجد أن P يساوي 1 ريال أي سعر التوازن هو 1 ريال إيجاد كمية التوازن يتم التعويض في دالة العرض QS بقيمة P عن قيمة P تساوي 1 لنحصل على QS تساوي 6 ناقص 1 يساوي 5 أي أن كمية التوازن هي 5 وحدات